تخرى رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح علي الجراد من تصريحات أدلى بها القيادي الحوثي مهدي المشاط تحدث فيها عن تواصل جماعته مع الحزب المؤيد للشرعية اليمنية والتحالف العربي بشأن الأزمة في اليمن وقال الجراد في تصريح لموقع رأي اليمن إن جماعة الحوثي تتحدث عن شيء لا تملك وليس ضمن منهجيتها القائمة على الموت ولا عن المشتركات الإنسانية وأكد الجراد أن الميليشيا الحوثية حينما تتحدث عن السلام فإنها تتحدث عن شيء لا تملكه والإصلاح يرى قضية الحوار والسلام قضية وطنية لا يتفرد بها حزب أو أشخاص بل هي قضية وطنية وفق مرجعيات وقرارات أممية ومعني بها السلطة الشرعية ومؤسساتها الرسمية وأشار الجراد إلى أن قضية السلام وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن هي توجه للسلطة الشرعية وقدمت من أد ذلك تنازلات في مباحثات السلام لكنها تصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي التي تلتزم أوامر إيران بشأن استمرار الحرب في اليمن مشيرا إلى أن الجميع شاهد إيران تفاوض الاتحاد الأوروبي نيابة عن ميليشيا الإنقلاب في الأسبوع المنصر